في الخامس عشر يوليو يقترن المريخ في برج الثور بأورانوس تحرر مفاجئ وغير متوقع يلتقي في برج الثور المريخ كوكب العدوان والعاطفة والغضب وأورانوس كوكب الصدمات والمفاجآت والاستقلال برج الثور يهتم بالجسد والاستقرار وغرائز البقاء إن اليقظة الذهنية والصبر ليس أسهل النصائح في هذا الصدد لكنني أوصي بهما بشكل خاص يعد اقتران المريخ وأورانوس في برج الثور جانبا مشحونا ومتفجرا للغاية هذا الجانب سيكون صعبا ولا يمكن التنبؤ به من المعروف أن كلا الكوكبين لا يمكن التنبؤ بهما عندما يجتمعان من الأفضل أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تظل هادئا قدر الإمكان يمكن أن تحدث الحوادث والانفجارات بجميع أنواعها وينصح بالحذر واليقظة يشعر البعض منا أن الناس يتجولون بغضب شديد لا يمكن تفسيره ويمكن أن يكون أيضا مسألة عصبية لا يمكن تفسيرها من المهم أن تكون متهيئا بشكل خاص مقابل رد الفعل ومن المثير للاهتمام أنه من الممكن أن يكون هناك العديد من التقدم في العلوم وصناعة الأغذية في نفس الوقت المريخ يحكم العمل وطاقة أورانوس مبدعة ومبتكرة للغاية يحكم برج الثور الجسم والطعام الذي نتناوله وهكذا يمكننا أن نرى الخصائص الإيجابية لهذا المزيج المتفجر سينتج المريخ وأورانوس في برج الثور مزيجا شديد التفاعل ومتقلبا من عدم القدرة على التنبؤ سواء على المستوى الخارجي أو داخل عالمنا الشخصي حان الوقت للتخلي عن شيء أو شخص كان عبئا على الروح لفترة طويلة تحرير نفسك من المخاوف والتبعيات المشتركة من الماضي تذكر من أنت وماذا تستحق لا تتشبث بالشاطئ خوفا من المجهول